أدرج مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ركناً خاصاً بموقعه الإلكتروني تحت عنوان كوب 27 يتضمن كل ما أصدره المركز من مساهمات بحثية بالإضافة إلى استعراض مقالات لرأي للنخبة من الكتاب والخبراء والباحثين حول العديد من الموضوعات المتعلقة بالتغير المناخي وفي بيان أوضح المركز أن الركن يشتمل أيضاً على فعليات المركز والتي نظمها وتعلقت بالتوعية من مخاطر التغيرات المناخية وأثرها على التنمية المستدامة بالإضافة إلى المقاطع المصورة التي أنتجها حول الاقتصاد الأخضر والمناخ